سيبكوا من الصياح اللي بيحصل حواليك اللي بيحصل حوالين النادي الاهلي سيبكوا من هذا الكلام خالص احنا انا عارف ان في حملة دلوقتي معمولة من مبارح للنهاردة علي انا تحديدا ما عنديش مشكلة اللي عايز يقول حاجة يقولها والعايز يعمل حاجة يقولها ما عنديش اي مشكلة وانا ببقى سعيد هتقول لي اه انا ببقى سعيد بهذه الحملات سعيد ليه بهذه الحملات لانها حملات كاذبة وهم عارفين حملات كاذبة كل الكلام اللي بيقولوا ده بيحاولوا يقلبوا الناس عليها لكن جمهور النادي الأهلي واقف دائما بالمرصاد لمثل هذه الأقاويل ومثل هذه الأحداث فبالتالي أنا مش هتكلم في هذا الأمر لكن صدقوني كل اللي بيحصل خلال هذه الفترة الغرض منه هو التشويش بما فيها المؤتمرات الصحفية اللي بتحصل وبما فيها المؤتمرات القديمة والمؤتمرات الجديدة وبما فيها القنوات اللي بتقعد الناس تقعد تهز دراسها واللي هنا واللي هنا كل ده ما عنديش مشكلة فيه اللي عايز يقول حاجة يقولها وكل واحد من حقه أن يضع سياساته علشان ينجح بيها حتى لو كانت هذه السياسات معادية لنادي آخر ده أنا بتكلم على الأندية الأخرى فأنا ما عنديش مشكلة قول زي ما أنت عايز واللي عايز يقول حاجة يقولها وأنا برد في الوقت اللي أنا عايزícia برد فيه أو جمهور الأهلي كمان بيرد في الوقت اللي هو عايز يرد فيه فأخلي اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل ما عنديش مشكلة في هذا الكلام ولكن لما هأنظر للصورة كاملة لما جيبص على الصورة كاملة لا الحمد لله كل الأمور تدعو إلى التفاؤل لا ينقصنا احتواء مش عايزين احتواء من حد أنا مش عايز احتواء من حد كالنادي أهلي أنا مش عايز احتوى من حد كل اللي عايزه أن يتم تحقيق العدالة واليومين دول أنا بسمح حاجات خاصة بلجنة التحكيم أنا سايبها دلوقتي برضو البعض بيشوف الكلام اللي أنا بقوله ده يقول لي هو أنت خايف تتكلم خايف من مين أو خاف ليه أنا ما بخافش أتكلم في حاجة ولكن أنا بدي فرصة للإصلاح زي ما تعلمت دائما داخل النادي الأهلي يعني إيه يعني إحنا تكلمنا في مواضيع مبارح وأول مبارح لو المواضيع دي تصلحت هل ده يخليني أطلع أقول أن الناس دي وحشة؟ بالعكس هطلع أقول على الناس اللي عملت كده أن هي ناس كويسة اللي كنت ممكن جدا مبارح بقول عليهم أنهم وحشين لكن لو تم الإصلاح هو غرض الإعلام المحترم إعلام النادي الأهلي غرضه إيه؟ غرضه الإصلاح بعدين برضو حتكلم في النقاط دي برضو لأن أنا فأنا الحمد لله والشكر لله في داخل قناة النادي الأهلي بحدش بيخاف طول ما عندك جمهور زي جمهور النادي الأهلي اوعى تخاف اوعى تخاف اوعى تبص حواليك اطلع وشوف الموضوع يمشي إزاي وقوله زي ما اتكلمنا مع حضراتكم مبارح فمرة تانية لما باجي بص للموضوع أنت كل المنغصات اللي عندك إيه؟ أن أنت ماشي بشكل جيد قدت للعبتك أجازة وبعدين بدأت موسم بشكل جيد جبت مدير فني عنده سيفي كويس جبت مجموعة أو اتنين من اللاعبين تم الإعلان عنهم شادي وبرونو سافيو الاتنين تم الإعلان عنهم الاتنين من الواضح أنهم لعب احنا شادي عارفين أنه هو لعب كويس برونو سافيو من الواضح من الفيديوهات بتاعته أنه هو لعب كويس قوي نتمنى له التوفيق رب مع النادي الأهلي النهاردة كمان شوية قد يتم الإعلان وقد لا يتم النهاردة أو يتم بكرة الصبح احنا معنا دينا في أي حاجة وبالتالي الأمور ماشي كويس كل اللي بيحصل إيه؟ واحد بيجي لك من بعيد أنت مش شايفه والله محد شايفه والله لكن بيجي لك من بعيد قوي يقولك إيه؟ والأهلي والخطيب وسيد عبد الحفيز ومش عارف مين ومين 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 والله العظيم هوى هوى زعى ويعمل ويكلم هنا وقول هنا ويعمل وكل حاجة محدش بيبص محدش بيبص ولا حد بيشوف لأنه في النهاية النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي يهمه شيء واحد فقط شيء واحد فقط مصلحة النادي الأهلي بس محدش في اللي موجودين من أول الكابتن محمود الخطيب الأستاذ العمري فاروق الأستاذ خالد مرتاجي الأستاذ دكتور محمد شوقي الأستاذ طريق أنديل الأستاذ محمد الغزاوي الأستاذ محمد الضماطي الأستاذ محمد الجرحي الدكتور مهند مجدي الأستاذ محمد سراج الدين الأستاذة مية عاطف كل هذه الأسماء وأنا قصد أن أقولهم ما يهمهمش حاجة غير شيء واحد فقط مصلحة النادي الأهلي فقط لغير فأقول واتكلم وإعمل هنا وإحنا عندنا شيء واحد هو اللي نقدر نستعمله وهو القانون القانون كل الطرق الشرعية هي اللي حيسلكها النادي الأهلي في أي حد بيغلط في النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي لا يعرف أمور أخرى غير الطرق الشرعية غير الطرق الشرعية فبالتالي ما عندناش أي مشكلة بنحترم كل مؤسسات الدولة ونحترم كل الناس عمرنا ما بنحاول نغلط في حد ولا بنغلط في نادي ولا في منافس ولا في حد ولا أي حاجة خالص خالص عمرنا وحد يقول أن احنا غلطنا في حد لكن كل حاجة احنا هنعملها أو النادي الأهلي هيعملها هيعملها من خلال القانون فقط لغير والقنوات الشرعية فقط لغير مش هنقدر عمر ما النادي الأهلي اتعود على حاجات تانية عمر ما النادي الأهلي أديكوا شفتوا الفرق ما بين أو بلاش أنا هتكلم على المؤتمر الصحفي بتاعنا أنا مليش دعوا بأي حد تاني المؤتمر الصحفي بتاع النادي الأهلي شفتواه عامل إزاي مش هتكلم اتهى الاحترام اتهى الأدب رجل رئيس النادي كابتن محمود الخطيب جي ما طلعش فوق صح طلع فوق قعد مع جنب مرسيل كولر ولا جنب سيد عبد الحفيز ولا جنب ما عندناش حد محتاج لقطة السيد الكابتن حسام غالي كان موجود تحت لجنة التخطيب بالكامل موجودة تحت قاعدين بيسقفوا للراجل الأستاذ الخالد مرتاجي حد سامع قال أو احنا سمعنا بنتكلم عن دور خالد مرتاجي مثلا وعمل ايه الأستاذ خالد مرتاجي طبعا أمين صندوق النادي الأهلي الأستاذ خالد مرتاجي له دور مهم جدا جدا في التعاقد مع هذا الرجل لكن محدش فينا حيتكلم في هذا القرآن محدش فينا حيتكلم لأن هم كلهم محدش في النادي الأهلي بيقول إن أنا عملت النادي الأهلي هو اللي بيعمل زي ما حضراتكم شايفين مجلس الإدارة اللي شايفينه حضراتكم ده موجود مش عشان يطلع ياخد اللقطة ولا يطلع يوقف مع الناس دي يتصور لأنه مفيش حد فيهم محتاج لقطة ولا فيهم حد عايز تصور ولا فرق معاه لكن مجلس إدارة النادي الأهلي هو موجود فقط بيحاول على قد ما يقدر أداء مهمته في خدمة الجمعية العمومية وخدمة جمهور النادي الأهلي إحنا جمعياتنا العمومية مقسمة لحاجتين الجمعية العمومية اللي موجودة داخل النادي والجمعية العمومية السبعين تمانين مليون اللي برا النادي الجمعية العامة اللي هي جمهور الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية ده الجزء من جمهور النادي الأهلي جزء أصيل من جمهور النادي الأهلي مشجعين زيهم زي اللي برا فهو ده اللي نحن دايماً بنتكلم فيه ما تبصوش لحد تاني صدقوني كل الحد أي حد تاني بيحاول ياخدنا في الاتجاه اللي احنا نطلع ونتخنق ويلا وهب ويلا والكلام الحلو اللطيف اللي حضراتكم عارفينه ده عايز حضراتكم بس تاخدوا بالكم من حاجة أن النادي الأهلي دائماً عندما يتكلم يتكلم داخل القنوات الشرعية فقط فقط مش هتلاقي كابتل محمود الخطيب طلع على 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 المنصة أو على المسرح يتكلم ويقعد وكذا سمعتوا الكلام ده؟ كابتل محمود الخطيب طلع من شهر ونص كده على قناة الأهلي هنا عمل كلمة مسجلة لمدة ساعة لمدة ساعة هل حد سمع لفظ خارج حد سمع تلميح بشكل غير جيد على حد هل تطرق كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لأي نادي آخر كابتل محمود حتى عندما تكلم عن التحكيم تكلم بمنتهى الأدب وبمنتهى الاحترام دايما لما حاجة أتكلم هتكلم عن النادي الأهلي واللي بيعمله النادي الأهلي ورئيسه وانتوا بقوا يعقدوا المقارنات زي ما انتوا عايزين ما أنا مليش علاقة أنا ما بعقدش المقارنات أنا بقول النادي الأهلي لكن المقارنات واضحة لكل الناس فكابتل محمود الخطيب ساعة بيتكلم ساعة لو قعدت تتفرج على الساعة دي تاني دلوقتي حتى بقى مبسوط كأهلاوي بكلام هذا الرجل وباحترام هذا الرجل بالمناسبة أنا لما بقول كابتل محمود الخطيب يبقى بقول سيادة الوزير العمري فاروق يبقى بتكلم عن الأستاذ خالد مرتجي أمين السندوق يبقى بتكلم عن بقية أعضاء مجلس الإدارة بالكامل بما أن رأس هذا النادي الأهلي رأس هذه المنظومة كابتل محمود الخطيب وبالتالي أنا بتكلم على كل المجموعة اللي موجودة مجلس إدارة النادي الأهلي من أول كابتل محمود لغاية كابتل ميا عاطف ليه أصغر الأعضاء على ما أتذكر يعني إذا كنت بتكلم صح فكابتل محمود الخطيب ساعة بيتكلم فيش حاجة خد حقوقه وبعت أو رسائل من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي لكل اللي بيسمعوه لكل المصريين والله العظيم هذا حصل بعض من لا يشجع نادي الأهلي من أصدقائي كلموني في التليفون بعد كلمة الكابتل محمود بقولك يا عم إسلام إحنا عايزين نشوف الكابتل خطيب فقولت لهم تمام يعني الكابتل موجود في النادي يعني اللي عايز نشوف الكابتل خطيب موجود في النادي الكابتل خطيب موجود وبيمشي وبيطلع قدته بمجلس الإدارة وبيقعد مع الأعضاء قالوا إحنا عايزين نشوف الكابتل خطيب علشان نشكره على احترامه وأدبه حتى في الكلام والله هذا حصل ومن حد ما بيشجعش النادي الأهلي بيشجع نادي أخر أو الله هو صديق صديق عزيز كمان لي إحنا بنختلف في حاجة واحدة بس إن أنا بيشجع الأهلي وهو لا فهو ده اللي بيحصل هو ده اللي احنا بنشوفه وهو ده اللي احنا عايزين ومعليش أنا تطرقت في أحاديث كثيرة جدا ولكن اللي الواحد بيشوفه خلال هذه الفترة بيخلينا دايما دايما عايزين نمسك في مبادئنا نمسك في أخلاقنا نمسك في جمهورنا العظيم جمهورنا اللي واقف وراء لعبته وراء جهازه الفني ووراء مجلس إدارته في أي مكان وفي أي وقت وفي أي وقت فبالتالي المنظومة اللي احنا بنتكلم عنها دي بتورينا ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا دي حاجة يعني المقدمات تؤدي إلى نتائج المقدمات دلوقتي جيدة إن البداية كويسة وان شاء الله ربنا يكرمنا وهو الراجل عمل اليوم الكامل البدايته كانت من النهاردة ربنا يكرم ويكمل بهذا الشكل واللعبين يبقوا واقفين على رجليهم المباريات أعتقد هتبقى خلال الأسبوع الأخير من شهر تسعة المباريات الودية يكون الراجل شاف مجموعة اللاعبين شاف طريقة اللعب المناسبة لكل اللاعبين هنشوف الكلام ده هيمشي إزاي مواحد وعشرين وخمسة وعشرين وتسعة وعشرين في مباريات ودية إن شاء الله متدرجة المستوى ليه؟ عشان الراجل يبقى عارف ومين إسلام اللي بيلعب نحته ليه؟ ومين إسلام اللي بيلعب نحت الشمال ومين محمد اللي بيلعب ورا ومين؟ بيبقى عارف كل حاجة من خلال المباريات كمان بعد ما يشوف التمرين